بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أهلا بكم أعزائي الطلاب وعزيزات الطالباء طلاب الصف الرابع الابتدائي فأهلا وسهلا بكم في درس جديد لمادة لغتي الجميلة ننظر معا طلابي وطالباتي إلى موضوع الدرس موضوع الدرس الوظيفة النحوية المفعول المطلق اثنان أهداف درسنا اليوم أو هدف درسي اليوم بإذن الله سيكون أن يتعرف الطالب المفعول المطلق ويميزه ويستعمله إذن سنستكمل بإذن الله ما تعرفناه عن المفعول المطلق أقرأ الجمال يتأدب الصغير بحضرة الكبار تأدبا يصغي التلميذ لكلام أستاذه إصغاء يحترم الإبن والديه احتراما إذن نلاحظ طلابي وطالباتي أولا نوع جملي قلنا هنا جمل أحسنتم جمل فعلية بدأت بماذا بالفعل ألاحظ الجمل المقابلة ثم أجيب أأسماء الكلمات الملونة هنا أم أفعال تأدبا إصغاء احتراما هل نقول أنها من أنواع الكلمة اسم أم فعل أحسنتم ممتاز نقول أنها اسم أضع خطا تحت كل فعل في هذه الجملة إذن أين الأفعال في الجملة الأولى أحسنتم يتأدبوا جملة الثانية يصغي والجملة الثالثة والأخيرة يحترموا ممتاز أقارن بين حروف الإسم وحروف الفعل فنقول أننا قمنا بالمقارنة بين حروف ماذا الإسم والفعل يتأدب تأدبا يصغي إصغاء يحترم احتراما ماذا نلاحظ أحسنتم ممتاز ألاحظ أن الأسماء تضمنت حروف أحسنتم حروف الأفعال التاء والألف وماذا والداء والبعض إذن تضمنت هذه الحروف أحلل أحلل ماذا نسمي الأسماء التي تتضمن أحرف الفعل إذن قلنا سنسميها أحسنتم مفعولا مطلقا أحذفوا المفعول المطلق من الجمل وأقرأها عندما قمنا بحذف المفعول المطلق من جملي وقرأناها هل ضلت الجمل مفيدة؟ هل ضلت جملنا هنا جمل مفيدة؟ إذن يتأدب الصغير بحضرة الكبار يصغي التلميذ لكلام أستاذه أحسنتم ممتاز نقول نعم ماذا أن جملي ما زالت جملا مفيدة إذن ما فائدة المفعول المطلق؟ أحسنتم قلنا يأدي ماذا يجيء المفعول المطلق لتوكيد المعنى ففي الجملة الأولى أكدنا التأدب وفي الجملة الثانية أكدنا ماذا؟ أحسنتم أكدنا الإصغاء وفي الجملة الثالثة أكدنا يحترم الإبن والديه احتراما أحسنتم الإحترام إذن استنتج أنا وأنتم قلنا المفعول المطلق اسم فعل أحسنتم اسم يذكر بعد فعل ويكون من لفظه ويؤكده إذن قلنا أن المفعول المطلق سيكون اسم من لفظه الفعل ويأتي لتأكيد من أحسنتم لتأكيد هذا الفعل وما هي الحركة التي ستظهر على المفعول المطلق؟ تأدباً إصغاءاً احتراماً أحسنتم قلنا ستكون الفتحة إذن المفعول المطلق منصوب دائماً وعلامة نصبه هنا الفتحة الظاهرة على آخره كانت لدينا الآيات نقرأ الآيات قراءة صامتة حتى نسترجع ما أخذناه في هذه الآيات واستخرجنا منها المفعول المطلق إذن نتوقف للقراءة الصامتة ثم نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن قلنا أنها لفظ أخذت من ماذا؟ من الفعل أما في الآية الثانية ممتاز قلنا ماذا؟ تسليما إذن المفعول المطلق في هذه الآيات إذن ما هي القواعد التي تعلمناها أنا وأنتم عن المفعول المطلق؟ تعلمت قواعد لا أنساها المفعول المطلق اسم يصاغ من لفظ الفعل ليؤكد معنا المفعول المطلق منصوب دائما وعلامة نصبه هنا الفتحة إذن تعلمنا بإذن الله هذه القواعد ولن ننساها بمشيئة لا تعلمنا من هو وهو المفعول المطلق وما هي العلامة المصاحبة له إذن نبدأ في التطبيق أنا وأنتم إذن أستعمل كل اسم من الأسماء الآتية في جمل من إنشائي ليكون مفعولا مطلقا إذن جميع الكلمات تعتبر ماذا هنا؟ أسماء ونلاحظ أنها أحسنتم سنقوم بتكوين جملة مفيدة وتكون هذه الأسماء مفعولا مطلقا تفكيرا ترتيبا نهوضا إكراما احتراما إذن هذه ماذا؟ أسماء ستكون مفعولا مطلقا في جملي إذن نتوقف أنا وأنتم طلابي وطالباتي حاولوا تكوين الجمل ثم سأستعرض معكم الجمل التي قمت بكتابتها سريعا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن نبدأ أنا وأنتم طلابي وطالباتي في الإجابة أستعملوا كل اسم من الأسماء الآتية في جمل من إنشائي ليكون مفعولا مطلقا إذن تفكيرا تفكيرا ترتيبا رتب الطالب أدواته ترتيبا إذا لاحظوا كانت مفعولا مطلقا نهوضا ينهضوا ينهض العلماء بالوطن نهوضا إكراما أحسنتم ممتاز احترم الشاب الكبارة احتراما إذن نلاحظ ماذا أن المفعول المطلق في جملي مأخوذ من ماذا أحسنتم مأخوذ من لفظ الفعل فتفكيرا الفعل سيكون في جملة أحسنتم يفكر ممتاز إذن هنا مأخوذ من لفظ الفعل ترتيبا أحسنتم فعله هنا قمنا بصياغته من الفعل رتبا أيضا لدينا المفعول المطلق نهوضا هنا أحسنتم مأخوذ من الفعل ماذا ينهى بممتاز إكراما أحسنتم قمنا بماذا بصياغته لتأكيد الفعل أك رمى وأخيرا إح احتراما أحسنتم فعله في جملة سيكون إح ترمى ممتاز إذن قمنا بصياغة ماذا الفعل المناسب للمفعول المطلق وقلنا ما فائدة المفعول المطلق أحسنتم يأتي لتأكيد هذه الأفعال ونلاحظ أنا وأنتم ما هي العلامة الإعرابية التي قمنا بوضعها هنا أحسنتم ممتاز قلنا ماذا المفعول المطلق سيكون ماذا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة ممتاز إذن هنا قمنا بتكوين الجمل ننتقل معي أضع مكانا نقطي مفعولا مطلقا وأضبط آخره بالشكل إذن الآن مطلوب مني ماذا أحسنتم صياغة مفعول مطلق لجمالي وقلنا المفعول المطلق سيصاغ من ماذا أحسنتم من الأفعال استعد المتسابقون ماذا انتصر المسلمون حلقت الطائرة إذن هنا أقوم بماذا بتكوين مفعول مطلق لجمالي من فعل هذه الجمل في دقيقة واحدة ثم سأستعرض معكم الإجابة ترجمة نانسي قنقر إذن نبدأ معا في صياغة ماذا المفعول المطلق استعد المتسابقون إذن أين الفعل في جملة أولا أحسنتم استعد إذن أقوم بصياغة ماذا المفعول المطلق من لفظه فأقول استعد المتسابقون استعدادا انتصر المسلمون أحسنتم الفعل هنا انتصر إذن سنقول انتصارا ممتاز حلقت الطائرة ممتاز أذن فعلنا في الجملة حلقت إذن نقوم بصياغة المفعول المطلق حلقت الطائرة سح لقا إذن هنا قمنا بصياغة ماذا المفعول المطلق في جماليه أيضا أضع مكان النقط مفعولا مطلقا وأضبط آخره بماذا بالشكل احترم المسلم الطريق إذن سيكون هنا الفعل أحسنتم إذن أقوم بصياغة ماذا مفعول المطلق من الفعل احترم خفضت ستاة صوتها في حضور والديها أين الفعل هنا أحسنتم ممتاز خفضت إذن نقوم بصياغة مفعول مطلق من هذا الفعل يبتعد المشجع عن التعصب أحسنتم إذن فعلي هنا في الجملة يبتعد إذن حقمنا بتحديث الأفعال في جمالي فما المطلوب الآن الآن مطلوب منكم طلابي وطالباتي سياغة مفعول مطلق لهذه الأفعال ولا ننسى أن نضبط آخره بالشكل سريعا في دقيقة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذن نقوم الآن طلابي وطالباتي بصياغة مفعول مطلق احترم المسلم الطريق أحسنتم احتراما خفضت الفتاة صوتها في حضور والديها أحسنتم ممتاز خفضا يبتعد المشجع عن التعصب ابتعادا ممتاز إذن قمنا بصياغة المفعول المطلق ما هي العلامة الإعرابية هنا أحسنتم ممتاز لا ننسى أن نضع ماذا الفتحة قنا المفعول المطلق دائما منصوب علامة رصبه ماذا الفتحة إذن هنا قمنا بصياغة المفعول المطلق الآن سنقوم بالعكس ستكون جملي يذكر هنا المفعول المطلق وأحتاج إلى ماذا أحسنتم أحتاج إلى الفعل الذي قمنا بماذا بتأكيد لفته أملأ الفراغ بفعل مناسب للمفعول المطلق إذن نحتاج إلى الأفعال فراغ رجال المرور بعملهم قياما إذن مفعولنا هنا أحسنتم قياما إذن ما هو الفعل هنا قاما ممتاز أيضا سباق الدراجات انطلاقا ممتاز إذن أيضا مفعول المطلق هنا ماذا انطلاقا إذن الفعل سيكون أحسنتم انطلقا إذن نصاغ من هذا من المفعول المطلق فراغ المركبة من إشارة المرور اقترابا إذن مفعول المطلق اقترابا سيكون فعله ممتاز اقتربت فراغ السفينة من عمق البح اب بحارا إذن أحتاج إلى فعل هنا أحسنتم ممتاز أبحارات إذن هنا قمنا بذكر ماذا أفعال للمفعول المطلق إذن نبدأ طلابي وطالباتي في تطبيق هذا التمرين أملأ الفراغ بفعل مناسب للمفعول المطلق إذن نذكر ماذا الفعل المناسب لمفعول المطلق في جملي في دقيقة واحدة سريعا اشتركوا في القناة إذن نبدأ الآن طلابي وطالباتي في ماذا في وضع الفعل المناسب لجملي فراق الأم على راحة أبنائها سهرا طويلا إذن أين مفعول المطلق هنا أحسنتم ممتاز إذن سهرا إذن أحتاج إلى ماذا أحسنتم أحتاج إلى فعل يكون من نفضه إذن سنقول ممتاز سنقول سهرة إذن نلاحظ هنا أنني ذكرت ماذا الفعل لهذا المفعول المطلق فراق المواطن وطنه حبا صادقا أحسنتم إذن مفعول المطلق هنا حبا إذن نقول أن الفعل سيكون أحسنتم يحب المواطن وطنه حبا صادقا وطنه حبا صادقا فراق المعلم قولا حكيما إن سيكون فعلي ماذا أحسنتم مفعول المطلق هنا قولا إذن فعله سيكون قال المعلم قولا حكيما والجملة الأخيرة فرا الطالب اللوحة رسما جميلا حسنتم إذن مفعول هنا رسما سيكون فعله رسم الطالب هنا لوحة جميل ممتاز إذن هنا قمنا بصياغة ماذا الفعل لكل مفعول مطلق ونلاحظ جملي هل المفعول المطلق يجب أن تكون الكلمة الأخيرة في الجمل أحسنتم لا إذن لا يشترط أن تكون هذا الكلمة الأخيرة في جملتي إنما قلنا تشترط أن تكون ماذا أحسنتم أن تكون من لفظ هذا الفعل وتأتي لتأكيده إذن سهرات سهرا يحب حبا قال قولا رسم رسما إذن ننتقل أخيرا طلابي وطلابي وطالباتي إلى ماذا تعلمنا اليوم فنقول تعرفنا المفعول المطلق أيضا أجبنا عن أسئلة عن درسي في المفعول المطلق طلابي وطالباتي نقف أنا وأنتم عند هذه النقطة أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم لي وألتقيكم بإذن الله في حصة مقبلة وإلى اللقاء